اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلق الإنسان علمه البيان اشتركوا في القناة 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 يحدث عن وجود ربنا جل وعلا للعباد الذين هم مكرمون كرمهم الله. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الإنسان معروف هو أول الأمر. إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى عزمه حلق الإنسان علمه البيان. إنسان الذي يمثل الحق على وشي الأرض وفي الأكوان. علمه البيان. والنجم والشجر يسجدان. نجم إشارة في الفضاء. لا حد ولا ينعط نجوم. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. كل الأكوان ساجدين لرحمه الله الله وفي السلوط. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. الله أكبر و Exodus 3. سبحانه وتعالى. و كرم بني عالم وَلَغَا كَرَّمْنَا بَيْنِ الْعَرَمَةِ ما نحسن أن نتكلم تقريب إلهي للعباد. علمه البيان. وَلَغَا كَبَحْرٌ عَمِيكٌ ما نحسن أن نتكلم. لكن نريد شيء أن نشير على الإنسان الموجود. هذه صورتهم إنسان لكن طبعهم حيوان. طبعهم حيوان. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وَعَلَّمَا الرُّسُولِ وَعَلَّمَا حَبِيبَهُ الْمُسْطَفَى صلى الله عليه وسلم. أنزلنا سبحانه وتعالى. وَعَلَّمَا مَنَا حَبَتُوا يُوْسُولِ وَعَالَمَا حَبْتُوا وَعَلَّمَا حَبْتُوا بهذه المعاني. أنزل معه بيان قرآن العظيم. علمه البيان. الله أكبر. هل سمعوا من المخلوقات سجدوا. والشمس والغمر يسجدون. هذا يعني عظمة الحق الذي علمه حبيبه البيان بسماء هذه البيان سجل ما في السموات وما في الأراضي. أيها الإنسان. الله أكبر. الله أكبر. علمه البيان. أيها المسلمون أيها العرب. هل لعلم الرب جل وعلا من البيان لحبيبه علمتم؟ كلا. لَوْ عَلِمْتُمْ مَا وَقَعْتُمْ فِي فَحْقُ الشَّيْطَانِ كُنُّ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ مَكْمُش وَكْمُش بِكَمُش 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 وَقَبُوا حَذَّرَهُمْ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَى جَلَّ وَعَلَى أيها الإنسان أمامك في مسيضة فأحذروا أن تقعوا فيه أنا ربكم العلا حلمت بيان الذي يمثلني في الأكوان حبيبي محمد المصطفى علمته وكرمته فوق تكريم من كل واحد من المخلوقات وأنزل بأمري أنزل بيان من حضرته إلى حضرته تعظيم الحق للنبي التي أنزل من حضرته بيان لطرف حبيبي محمد المصطفى أنزلت أنزلت بأمري أنزل جبريل بيان لحبيبي الذي يمثلني في الأكوان بيان أنزلت لا يمكن أن تكون أمريباً بياناً ربنا جل وانا انزل من عنده شرع المتين ليمثله في الأكوان. شيدنا وهم صلى الله عليه وسلم. كلامي بالقرآن العظيم أنزلته. حتى تعرفوا ما هو الحقيقة؟ بالبيان تجدونه في القرآن العظيم. بيان من القرآن العظيم بينه حبيبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. أعطيته بيان أعلمه البيان وأدبته حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فعسن تأليبي. ما قال علمني في آيات يشير على لكن مهم أنه قال أدبني ربي أدب عالى من العلم. سبحان الله. سبحان الله. محتشم دين الإسلام محتشم شرع المتين هل سألتم سبحان الله. أيها المسلمون حتى طفموا وويحكم نعنى نقول ويحكم أيها المسلمون الله جل وعلى ربنا أنزل شرع المتين محتشم محتشم شرع المتين وأنتم تتركوا تبنى نذر برجكم تدفعوه مثل فوتبول ترمي بره أدبكم أدب أدب داعوا الأدب كل عالم الإسلام بحيث تركوا شرع المتين هل جاء من عند الله هل يقول سبحان الله خلق الإنسان علمه البيان أنا الذي أعلمته وأنتم ترمي برجكم شرع المتين محتشم شرع المتين وتدورون في المزبل المزبلة أشياء من شأن تقدم للناس ويحكم ويحكم أيها العرب ويحكم أيها المسجمون سوف أعددكم بأدب تدوقوا وبال عملكم دنيا وفي الآخرة وفي الآخرة قد بدأ تربية تركوا شرع المتين يريد أن يتكلم على هذا حيث أهل مصر تركوا شرع المتين وفي الآخرة ويقولوا أنهم في الزبال ما يقولون يفتح أشياء من شأن في الآخرة في الآخرة وأن أنزلت عليكم شرع المتين أن أقول خلق الإنسان علمه البيان لما تسألوا ما علمه أيها العلماء أيها العرب أيها الملوك سوف تزوقون عذاب هنا وهناك بسوء أدبكم نحن العاشي أنتم العرب عيب عليكم أن تفتشوا غير شرع المتين للمسلمين ويحقوا سوف تزوقون وابع لأمركم هنا وهناك والله يا ربي أنت ربنا أنت عصر يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل ويربو يربينا حيث أمرتنا يا ربنا أصبعنا جهلا آراب والعجم الأعراب والعجم أصبعنا جهلا ملوكنا أمراءنا رؤوسانا لم يكن لديهم أي نظر على هذا الكلام أن الله جل وعلا أنزل شرع المتين. تحكموا بالشرع المتين وأنتم ترميه كفوتبول وتدورون أشياء. تحكموا بالشرع المتينة. تحكموا بالشرع المتينة. أهل المصر ، أهل الهجاز وصائر أمرا. نحن ويا عشق. يا ربي أفك وللا. إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيلنا يا ربي. هذا كم كلمات قد وقع في قلبي أن أحكي. تحكموا بالشرع المتينة. أحببت الشيد صافية كمان تحذر لأنها فهمانة. تحكموا بالشرع المتينة. ماذا نقول؟ تأويل مفصل لازم تأويل. تأويل بيّن. أعلمه البيان. لا يريد تأويل. وما لا أعلم تأويله إلا الله. والراسقون في العلم. راسقون العلم مفقود. يا ربي أفك وللا. ومحرما من بركتنا يا ربي. وما لا يريد تأويله إلا الله. أعلم الله. ما لنا صاحب. ربنا لا يريد تأويله. ما لنا سلطان. وما لنا سلطان. يا ربنا. كلهم أصبه ورى الدنيا. ورى حيات الدنيا. كيف يعيشون. كيف لشهواتهم. هلال أو حرام. مشغولون بهذا الأمور بس. الله محفظنا. يا ربي تبنا ورجعنا. تبنا ورجعنا. يا سيدي يا رسول الله. جزا سلطان gönder. إبعتنا ملكا يا ربي. نقاتل في سبيلين. مرز الله أل يكبر مادرتنا. أمين. ويبعتنا ملكا. أمين. فكفى بنا. هذا البلاغ. لمن له علم فهم أن يفهم. لما يفهم. فعليه وزره. ليس علينا. تداركوا أيها الأمة. قبل أن ينزل وفي سبيلين. الغضب الله على الدنيا. ومن الاشارات يشير على الغضب رب السما على أهل الأرض. حفظنا الله. تبه يا ربي. تبه يا ربي. تبه يا ربي. إبعطينا ملكا. نقاتل في سبيلين. إماما إمام موعد صاحب الزمان. أنا آل. إبعطينا يا ربي. أي شنوي نبي. نبية شفكات اشبعنا نبيا. نبي محترام! يا حبيب الله ، الله ، والحمد لله. أنا تابان ، لو تكلمت ، أتكلم لآخر الدنيا ما ينتهي ، لكن أنا عبد ضعيف. لا يظن أيدي شيء ، لا يظن أن أتدارك نفسي. أنا حجة ، أنا خوف من ربي ، خياء منكم من الحبيب ، أنتم أيها رب ، ما في خوف من ربكم ، ولا خياء من رسولكم ، كيف هذا ؟ أصلحكم الله ، ويصحكم أمرنا كذلك ، يا سيدي الرسول ، أفوه ، يا رب ، أفوه ، أفوه ، أفوه ، أفوه ،